حلقة النهاردة حلقة مجمع شباب مجمع لكم ثلاث حلقات في حلقة واحدة لو انت لفيت ودورت كتير على طريقة لاسترجاع الشاتات المحزوفة او المحادثات المحزوفة وعاوز ترجع الشات اللي انت حزفتها بايدك او انت مسلا حد بعت لك رسالة او مسحة ازاي تكرر الرسالة اللي اتمسحت ديه سواء بقى اي منصة ومواقع التواصل الاجتماعي واتساب ماسنجر اي حد بعت لك رسالة وراح جاي يمسح الرسالة انت ازاي تكرر الرسالة ديت ما تنساش تدعمنا بلايك اللي كبير في معانا جميع ده شباب وهي من كوبات اللي هو بتاعتك ويلا بينا كالعادة يا شباب اهلا بيكم في فيديو جديد انا عطيها سايد ودي قناة دروس اندرويد فيديو النهاردة هتكلم معيك على طريقتين تقدر من خلال ترجع الشاتات المحزوفة لو فيها شخص بعات لك رسالة ومساحة انت عاوز اللي كانت عبارها عن ايه تقدر تعرفهم من خلال طريقتين اول طريقة من خلال التلفون بتاعك من غير ما تنزل الى تطبقات تانية طريقة من خلال التطبقات لو انت عاوز نزل الى تطبقات اللي انا قليل في فيديو النهاردة تطبقات دي كلها شغلة ولكن هاسطاد من التطبيق واحد هقول لك على كده التطبيق تقدر استقدم Crawley تطنب while كل التطبقات دي شغالة وتقدر من خلالهم تقرأ الرسالة الثانية على محادثات المحزوفة اللي انت اللي مسحب ايدك يعني انت مساحت الشات كامل وعاوز ترجع الشات ده تعمل ايه او فيش هتتمسح من عندك وانت عاوز ترجع الشات ده تعمل ايه. وتعلمك ازاي تكره الرسائل المحزوفة لو في شخص يبعط لك رسالة ومسحة ازاي تكره الرسالة دي. زي ما انا ما قلت لك في طريقتين بيتم من خلالها معرفة الرسائل المحزوفة على الواتساب. هنبدأ بقول طريقة الطريقة الاولى دي بترمن خلال التليفون بتاعك مش هتحتاج اي تطباط. اول طريقة تبدأ تدخل على الضبط. بعد ما تدخل على الضبط هتدار على الحاجة اسمها الاشعارات هتبدأ تدوس على الاشعارات. بعد كده هتبدأ تنزل لتحت وهتجيب الضبط المتقدم وتدوس عليه. بعد كده هتلاقي عندك حاس مسجل الاشعارات هتدوس عليه. بعد كده هتلاقي عندك غير مفاعل هتبدأ تفعله كده. بعد كده هتجيب التليفون الثاني. ونجرب الوقت مع بعض. هنبدأ نبعد رسالة هنا نكتب مسلا مرحبا. ونبدأ ندوس على ارسال. بعد كده هنبدأ نحذف رسالة دي كده خالص. ندوس على حسب لدك جميع. زي ما انتم ما شايفين. كده الرسالة اتحزفت. هنبدأ بقى نطلع من سجل الاشعارات وندخل عليه تاني. نبدأ تاني ندخل على الضبط. وبعد كده الاشعارات. وبعد كده الضبط المتقدم. بعد كده سجل الاشعارات. زي ما انتم ما شايفين الرسالة جاي بالاسم. جاية الفيلمة اللي مبعوطة تحتية اهو. زي ما انتم ما شايفين قدامكم. طبعا بقى اجي لك هنا كل رسالة هتحزف هتجي لك هنا. ولو احنا دخلنا على واتساب هلاقيها محزوفة. زي ما انتم ما شايفين اخر رسالة هي محزوفة. لان الطريقة بتتمي من خلال البرنامج هسيب لك رابط البرنامج موجود في الوصف. بعد ما تحمل البرنامج وتسبتها هتبدأ تدخل عليه. بعد كده تدوس على اكسب. بعد كده تدوس على السهم كده. هتبدأ هنا بقى تحدد كل التطبيقات اللي انت عاوزها. يعني اي تطبيق يجي منه اشعار واتمسح يبدأ ايجي لك على طول. انا حددت الواتساب وبعد كده ادوس على التالي تالي. وهكذا افضل ادوس على السهم. هنا بيطلب مني تفعيل هبدأ ادوس هنا. بعد كده ادوس على سماح. بعد كده ادوس على نتوكيشن. وابدأ افعل الوصول الى الاشعارات. هلاقي البرنامج عند اهو تحت زي ما انتم مشايفين. ابدأ افعل برنامج كده ادوس على السماح. بعد كده ارجع لورا فطوة. بعد كده ادوس على السهم كده. بعد كده ادوس على علامة صح. كده البرنامج يتفتح معنا. نبدأ برضو نجرب البرنامج مع بعض. نجيب التليفون التاني. ونكتب ازيك مسلا. بعد كده نبدأ ندوس على الرسال. نبدأ نمسح رسالة. ندوس على الحصب دادك جميع. بعد كده نبدأ نطلع من البرنامج. ونبدأ نطل تاني على البرنامج. زي ما انتم ما شايفين كل الشهادات هنا بدأ اتظهر بقى. هتبدأ تدوس انت على الشات كده. هتلاقي عندك الرسالة اللي جاية من هنا وهو وتحضفت ايه نفس الرسالة من نفس الشخص. وهتلاقي عندك القائمة تانية لو انت مررت كده هتلاقي عندك القائمة ده بتقى موجودة فيها كل الصور يعني ما في شخص تبعط لك صورة ومساحة او اي حاجة ومساحة روابط كل كم ده. هتلاقي موجود هنا. لو انت مررت كده هتلاقي عندك اللي انت قدر تنزل الحالات اللي صحابك نزلوها. يعني مسلا اي حالة نزلت على الواتساب تقدر تنزلها من خلال البرنامج هنا. من غير بقى ما تنزل البرامج تانية وهكذا. دلوقتي اعلمك لو في شات في المسنجر انت مساحته وعاوز ترجعه كامل ترجعه ازاي وتكرر المحادثات اللي كانت موجودة. دلوقتي لو انت مساحت اي شات موجود عندك على مسنجر مساحت محادثة كاملة. وعاوز ترجع المحادثة الكاملة دي تعمل ايه? نفطر مسلا انت مساحت الشات ده. وبعد كده دست على حسف. وبعد كده دست على حسف كده. كده انت حزفت الشات خالص. تبدأ بقى تدخل على الفيسبوك عندك. بعد كده تبدأ تدوس على صورتك اللي موجودة فوق. وبعد كده تبدأ تنزل لتحت. تدوس على الاعدادات والفصية. بعد كده الاعدادات. بعد كده اعدادات الملف الشخصي. تبدأ تنزل لتحت كده. وهتلاقي عندك تنزيل معلومات الملف الشخصي هتدوس عليه هتصبر شوية هتلاقي عندك طلب النسخ موجود هنا بقى عندك العناصر المحفوزة والمجموعات دي كتقدر ترجعها لو انت مساحتها اغضبا عنك مسلا مكان التصويت والتصفيرات والرسائل والمنشورات والصفحات والملفات الشخصية عندك استطلاعات الرأي لمناسبات فيسبوك جيمينج عندك الاماكن عمليات الدفع اي حاجة مساحتها من على فيسبوك هتلاقيها موجود هنا وتقدر ترجعها ولكن احنا نطلع لفوق وهندوس على إلغاء تحديد الكل وهنبدأ نحدد على الرسائل بس احنا عزونا الرسائل بتاعت المسنجر وبعد كده هنبدأ نزل لتحت خالص هتلاقي عندك هنا نطاق التاريخ معمول على كل بياناتي هتبدأ تدوس على نطاق التاريخ وتحدد نطاق للتاريخ لان انت عملت على كل بياناتي كده انت بترجع كل الرسائل من او ما فتحت الفيسبوك وهيكون معاك وقت طويل وهيطول معاك انا دلوقتي حددت نطاق التاريخ معين اللي هو من يوم ستة اليوم سبعة يعني يوم واحد اللي انا مساحت فيه وهخلي التنسيق زي ما هو بالHTTML وهخلي برضو جودة الوصائة عليها وبعد كده هبدأ دوس على انشاء ملف كده بيروح طلب للفيسبوك والفيسبوك بيرد عليك تقلال خمس دقيق طلب ده كده يبقى معلق وبعد كده يجي لك اشعار هنبدأ ندخل على الاشعارات هنفضل بقى في الاشعارات حوالي خمس دقايق عمام ما يجي لنا الاشعار اوما الاشعار ما يجي هتبدأ تدخل عليه وارج دلوقتي تعمل ايه بالظبط زي ما انتم ما شايفين بعد خمس دقايق او اقلم الخمس دقايق جاب لي ملف معلوماتك على فيسبوك جهز للتنزيل هتبدأ تدوس عليه كده بعد كده هتلي عندك الملف هنا هتبدأ تدوس على كلمة تنزيل ابدأ يفتح معاك متصفح جوجل كروم تبقى انت مجهز بقى حسابك على جوجل كروم جاء التنزيل تم التنزيل بعد كده تبدأ تدوس على فتح طبعا وبينزل مضغوط الملف انت يبقى عندك برنامج لفاك الضغط ولكن انا هدوس على ملفاتي بعد ما بتدوس على ملفاتي بتبدأ تدوس على فاك الضغط بعد كده بيقول لك هنا فاك الضغط بقى طبعا ان انت هتسميه ولكن هتسميه زي ما هو هدوس على فاك الضغط بعد ما بتدوس على فاك الضغط هتليه عندك تلات فايلاز كده هتبدأ تدوس على مسج بعد كده هتدوس على ملف ده كده بعد كده هتلي عندك مسجل تبدأ تدوس عليه كده. بعد كده انا زالك كزا متصفح تفتح من عليه. انت غير متصفح. انا بس افطر الانترنت وادوس عليه. باقي اجي لك الرسالة زي ما انتم ما شايفين تبدأ وتكرر الرسالة اللي انت عايزها. طبعا بقى على حسر بشكل اللي انت مسحته. وعلى حسر محسك كانت قد ايه. زي ما انتم ما شايفين ادي كده رسالة كانت جاء من الشخص ده. دي الرسالة اللي كانت موجودة التاريخ اللي انا حددته بالضبط. يجي بقى الاخر حاجة الناس بتبحث عليها وبتدور عليها كتير وهو ازاي نرجع الشاتات اللي اتحذفت من على الواتساب. يعني احنا الوقت مسحنا شات كامل وعاوزين نرجعه وفيش هاتف مسح رصبا عننا. وعاوزين نرجع الشات ده. في الحقيقة في كزا برنامج تقدر من خلاله تعمل الحاجة ديت. ولكن البرامج دي كلها بتبقى مدفوعة. مفيش منها ولا برنامج مجاني. برامج دي بتبقى اشتراك سنوي او اشتراك شهري. ولكن في برامج تاني مدفوعة بدأت تقول لك اللي احنا هنقدر برضو نعمل لك الميزة دي. ولكن البرامج دي كانت برامج نصب وبدأت تغطي كمان على برامج التانية. فكده احنا عندنا برامج صدقة فعلا وبتدفع لها اشتراك شهري واشتراك سنوي وبتمكن لك الميزة دي. ولكن التكلفة بتاعتها بتبقى عالية يعني انت تدفع خمسين دولار في شات واحد بس عشان ترجعه. ففي الحقيقة التكلفة دي عالية جدا مقابل الحاجة او الميزة اللي هو بيقدمها لك. فانت عشان تعمل حاجة زي كده لازم تدفع للبرنامج او التطبيق اللي انت هتستخدمه. ومش كل التطبيقات صادقة وبتعمل الميزة ديت. في تطبيقات نصابة كتير موجودة بتعمل الحاجات دي. وتقول لك انا بعملها فعلا. ولكن بعد كده انت هتكتشف ان التطبيقات دي ما بتعملش الميزة دي. بعد ما تدفع الفلوس بتاعتك وتروح عليك. هتلاقي انت تطبيقات دي نصابة. ففي تطبيقات فعلا صادقة ولكن عددهم قليل جدا. طبعا في كزا شركة جاتلي قبل كده قالتلي اللي احنا بنعمل الميزة ديت. وعاوزين لك تعمل اعلان. او ما قلت لهم اللي ما عاوز نسخة من البرنامج عشان اجربها. مادة نوش النسخة. فانا مارضيتش اعمل الاعلان. لان احنا اما حاجة عندنا من ميزة داقية. طبعا الفلوس دي اخر حاجة تفكر فيها. فانا ان شاء الله لو لقيت اي برنامج بيمكنك اللي انت تعمل الميزة ديت بمقابل المادة قليل. هبدأ اشرحها في حلقة منفصلة لوحده. بس كده وكده كنت هت حلقتنا النهاردة. دمتم في امان الله.